السلام عليكم خوتي السلامي لكم تحياتي لكم أصبحنا وأصبح المكل الله مسلم عليكم في كل مكان دعوتي لكم ودعوتكم لنا خوتي نرى أنا نمشوا بدعوة الخير خوتي اليوم عندي موضوع موضوع هذا تكلم تعليه عدة مرات وهو النصب والاحتيال النصب والاحتيال أكثر مع التطور التكنولوجي والتطور في الانترنت وإلى آخره بعد ما تكلمنا على أصحاب الديليفرو وجماعة الحسابات يكريك حساب الديليفرو إلى آخره توصيل الأكل اليوم نتكلم على قضية أخرى قضية واحد يكريك الدار أقول لكم أن يكريك الدار خوتي العزاز الثقة في الوثيقة يجيكي يقول لكم أن يكريك الدار وبعدها تولي حاصل وبعد هذه الدار مشومرها ومن بعد أن تتبقى تخلصه ومن بعد أن تتخلصه الدرهم ليس يخلص في الوكالة على السكن ولا اللاندورد ويجعل لك هدي في هدي وبعد يأتي لك يغلقوك الباب ويرموك حواجك إلى آخره القصة اليوم نحضرها على واحد الخوة ربي يسلهم كراو دار على واحد جزائري وهذا الجزائري دير تشوميرا وكان يبعثوا له الدرهم عن طريق صديق له فهمت ما خلص شكرا للوكالة تقريب بربعة شهر ولا خمشهر ملجأ اللاندورد صاحب البيت مع الوكالة غلقوا البيت وبدلوا الفاتح ودأوا الحواجة على الناس هذو ودأوا لهم حط الدرهم ودأوا لهم الجوازات ورموهم برا ما على بلهمش خافوا لأن هذا الناس حرقا يعني صراحة اللي دل هالشي هذا الخوة تقى في صفل وول ويقول لك هنصلي العصر ولا نصلي لآخر خوتي ما الثقى حتى واحد كأن الناس ثقة كأن الناس ثقات إذا حبيت تشاور سقسي الناس هالخبرة والناس طيبين اللي معروفين كان بزاف الجزائري في بريطانيا من ناس طيبين ومعروفين ويعاونوك فبالتالي ماشي أي واحد يضحك لك ولا نصلي ولا ندير ولا اللحية متى من حتى واحد أخي العزيز كأن الناس طيبين اللحية مع احترام الناس اللحية السنة ونحترموها ونقدرهم للإخوة الملتحين لكن إياك ثم إياك الإنسان اللي يجيك بالعاطفة مهما كان خوك ما تمنوش فهمت خويا كل استيقى في الوثيقة يعني صراحة بعد رغم حاصلين هذا الشباب هذا تبقى تجري منا وتشوف منا وتبدأ تعيط الوكالة وتعيط اللاند لورد وتولي مشاكل في البرد هذا خاصة في هذا الفصل البن والسيد هذا اللي ربي يهديه إن شاء الله هرانا إن شاء الله بلنا لا نحب نفضحه حاليا لكن في إجراءات قانونية إن شاء الله في البلاد ورح للبلاد وخلى الناس مع القين يعني عيب عليك عيب عليك تخاف ربي يشوف يعني سبحان الله تخلي خوتك مع القين هكذا يعني ما تخافش ربي وإذا كنت صلي يعني كيف هل تالى أصلات كانية مقبولة بذلك المنكر في خوتك يعني والله حرام عليك يعني حرام لهذا الرسالة ليك وغيرك الناس ليكلوا أموان الناس بالباطل سخوات تكريروا حساب بمزوروا وبعد تديلوا درهم ودير 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 والله يقول لك هاروح نكريك الدار وبعد يديك الدرهمك يعني حرام عليكم خوتي رك أنت مو من جزائري خوك جزائري خاف ربي في خوتك سلام خوتي